السلام عليكم ورحمة الله وبركاته برنامجنا واسلوبنا حاد وجاد والحق لا يعني دائما الحياد لا نظلم ولا نسعى لوداد فقط نرضي رب العباد البداية كالعادة بتوجيه التهنئة لشخص أو لمجموعة تهنئة اليوم عملاقة إلى كل مصري نزل إلى ميدان التحرير أو أي مكان آخر خلال عام 2011 نزل لاستعادة كرامته المهدرة أو ثورته المخطوفة أو غير المكتملة وتهنئة الممزوجة بالدموع إلى أسر كل الشهداء الخالدين الذين كتبوا بحياتهم تاريخا مجيدا لبلدهم فارقوا دنيانا لكنهم باقون معنا بل وبعدنا إلى يوم الدين إنهم أقرب إلى الملائكة والأنبياء من ذهب إلى التحرير راغبا في الشهادة لتحرير بلده من العبودية واللصوصية أصبح نبيا بحق زمن الأنبياء الجدد بدأ في الأرض العربية أرض الأنبياء تهنئت الدامعة إلى أنبيائنا الجدد الذين تركوا لنا أعظم الآيات لنهتدي بها على طريق العزة والكرمة حلقتنا اليوم عنوانها ليس وقت الحديث عن الرياضة لا رياضة في زمن القهر لا رياضة في عصر العهر لا خوف ولا صمت إنه وقت الجهر العلاج الآن كما أراه هو نزول المجلس العسكري من عليائه ومنح كل سلطاته المدنية إلى المجلس الاستشاري والحكومة دون إبطاء حتى لا يفقد الجيش ولا أقول المجلس العسكري حتى لا يفقد الجيش رصيده عند الشعب وهي الطامة الكبرى العلاج يأتي من المشير طنطاوي ورفاقه بتنازلهم طواعية في الفترة القصيرة الباقية لهم عن إدارة شؤون البلاد وتفرغهم لمهامهم التقليدية التي طلعوا بها عبر مشوارهم المهني الطويل والمشرف مع ترك إدارة شؤون البلاد لأهل السياسة والاقتصاد والاجتماع المجلس العسكري رجاله هم الذين اختاروا منصور حسن رئيساً للمجلس الاستشاري ومن معه وأيضاً رجال المجلس العسكري هم من اختاروا الدكتور كمال الجنزوري رئيساً للوزراء والعلاج يأتي من منطق التنازل عند القدرة أو المقدرة المجلس العسكري وعد بتسليم السلطة في يونيو أو يوليو 2012 بأقصى تقدير ولن يضيره أبداً أن يتركها طواعية في ديسمبر 2011 على أن يبقى دائماً في موقع المراقب اليقز الذي يمتلك القرار النهائي ولا يتخذه ولا ينفرد به أو يتعنت فيه العلاج عندما يأتي من الكبير يرفع كثيراً من قدره ويصلح كثيراً من أخطائه إذا ارتكبها أو من صورته الممزقة إذا تمزقت وغير خاف على رجال المجلس العسكري أن صورتهم اهتزت بعنف في الأسابيع الأخيرة وتعالت الهتافات ضدهم وما أمر ذلك على النفس العلاج لن يأتي أبداً ممن لا يملكون القرار ولا السلطة العلاج لا يأتي أبداً من الطرف الضعيف المقهور الضعيف يخسر معاركه دائماً بالقوة ولا يعالج أبداً عن اقتناع المجلس العسكري خرج مؤخراً كثيراً عن الخطوط المستقيمة لواجباته المهنية العسكرية التي اتاد السير عليها وانخرط في طريق السياسة وعليه أن يعود بسرعة إلى سابق عهده عسكرياً كما كان كان للمجلس العسكري مكانة مميزة خلال الثورة وضعهم الشعب في مرتبة الملائكة واعتبرهم الثوار آباءهم أو أشقاءهم الكبار ومن الممكن للمشير طنطاوي وزملائه استعادت مكانتهم ومكانهم إذا بادروا برفع أيديهم نهائياً عن شؤون البلاد وتركها لمن هم في دائرة اختياراتهم كمال الجنزوري ومنصور حسن وزملائهم والتنازل من موقع القوة تنازل المجلس العسكري من موقع القوة يضمن للمشير طنطاوي وزملائه حصانة أبدية على أرض مصر ضد أي شخص أي شخص تسول له نفسه في يوم حسابهم أو مساءلتهم لأن موقفهم النبيل سواء في ثورة خمسة وعشرين يناير العظيمة أو في حالة تنازلهم اليوم طواعية إذا حدث سيبقيهم كما قلت كالملائكة الملائكة الذين انتشلوا مصر من عفرتها هذا هو العلاج الذي أراه واستمرار الحال ينذر بالهلاك وقبل استعراض المشهد المؤلم ولأنني أميل دائما إلى استعراض كل وجهات النظر أنقل عن عالمنا المصري الجليل النبيل الدكتور أحمد زويل وجهة نظره في العلاج الذي أتفق فيه معه كثيرا ولكنني أختلف أيضا معه قليلا ولكنني أنقله حرفيا لأنني أؤمن دائما بتعدد وجهات النظر الدكتور أحمد زويل قال تعليقا على أحداث العنف الأخيرة العالم يرى مصر الآن في صورتين مختلفتين متناقضتين صورة حضارية لثورة مجيدة لم يحدث مثلها في التاريخ وصورة سيئة هماجية بسبب أعمال البلطجة والتخريب التي حدثت وأقترح عدة اقتراحات الدكتور زويل يقترح التالي أولا وقف فوري لحالة العنف التي تمر بها البلاد الآن وانسحاب كل المتواجدين من الشوارع والميادين وكلمة وقف العنف واضحة ثانيا على كل الحركات إعلان عدم التواجد في أي ميدان بميادين مصر فالثا على القضاء المصري أن يضع قوانين تكفل حق الاعتصام والتظاهر السلمي وإجراء محاكمة عادلة لكل من أخطأ أو ارتكب جريمة سواء كان من المتظاهرين أو من قوات الجيش رابعا مع احترامي لكل أعضاء المجلس الاستشاري يجب أن ينتظروا حتى يتم مواجهة كل ما يحدث خامسا على جميع وسائل الإعلام أن تتحمل المسئولية الوطنية والحقيقية ونشر الأخبار الصحيحة سادسا التركيز على وضع دستور دستور مبني على العدالة الاجتماعية مبني على المساواة مبني على الحريات وحقوق المرأة ومصلحة البلاد الحقيقية هذا هو رأي الدكتور أحمد زويل قد أتفق معه في كثير مما قال وقد أختلف معه في قليل مما قال ولكنه قوله وله احترامه وأساند أعود إلى المشهد المؤلم جدا مصر تتفتت حولنا تتفتت بمنهجية وانتظام والعلاج صعب مصر بها اليوم آلاف التيارات الحرة أو المأجورة مصر الدولة لا تعرف طريقها ولا صديقها مصر الطهارة تغتصب في وضح النهار المتظاهرات أشرف بنات مصر وأشجعهن نزع القسات ملابسهن وتركوه معاريات قصرا يتعرضن للضرب بالأحذية أولادنا يخطفون من الشوارع والخاطفون هم حماتهم نظريا آه وألف آه ترجمة نانسي قنقر